البنات ودعم الفتيات في هذه المصابقة بيكون ازاي؟ حالا قلت انه بتشترطوا على المدارس انها لو مدارس مشتركة لازم يكون فيه بنات ممثلين يعني هل فيه مدارس في المصابقات طبخ ودخلها مسابقة بتبعت ولاد بس تنتبش بنات؟ الشفات الولاد ما شاء الله هو اكبر عليها اشتر مش اشتر لا اقول عشان ستت اسمعك لا 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 ما ادرش لا الشفات الولاد بي يعني انا دايما زي ما حالك قلت بتبقى متوقعين من الشي في ان هي تبقى بنت بتبقى اشتر بكتير جدا من الولاد وده بالنسبة كبيرة بيبقى حقيقي بس الفكرة كلها ان في الطبخ لقينا الولاد بيبهرون حقيقي بمستويات رائعة جدا جدا في اعدادهم للعجابات وفي تقديمهم للطلب طبعا يبقى شكله جميل ومشجع ويفتح النفس للي هيكله ده ما كناش متوقعين من البنات وطبعا دايما البنات كانوا عند حصة ظننا بس ما كناش متظرين قوي لا انا ما كناش متظرين قوي من الولاد فكان لازم احنا نحط الاشتراد ده وان كان هو ممكن مدرسة مشتركة فيها الاثنين المتقدمين بنات بس احنا كنا حارسين لو عندكوا طلبة متميزة ولاد لا هتقولنا برضو المتميزين من البنات عشان حبين ان دايما المرأة هي نص المجتمع وهي اللي بتعلم وبتبني النص التاني لازم دايما دورها موجود معنا في المسابق المطبخ المصري هل هناك ما يعرف بالمطبخ المصري واحنا بنتكلم عن تنفسية سياحية كبيرة وحاك شفت طبعا نتابعت معنا الفترة اللي فاتت المتحف وهذا العرض المبهر للحضارة المصرية القديمة عندنا ما يعرف بالمطبخ المصري وهل هو مطلوب برا طبعا جدا وده بنشوفه في السياح اللي بيجوا مصر ويبقوا حرصين ان هم يأكلوا من المطبخ المصري الأكلات المصرية الشهيرة اللي هو؟ الكشري مثلا مش بس الكشري الملوخية في حاجات كثيرة جدا بنلاقيها في مصر بشكل مختلف حتى لو الوجبة هي هي ممكن تقدم في دولة تانية لأ طبعا اللمسة المصرية في المطبخ الشهقة في الملوخية النفس زي ما بيقولوها بتبقى لها فرق كبير جدا وطبعا مصر بتتميز بأطباء مصرية الكشري وغيرها كتير يعني مختلفة في مصر عن غيرها مستقبل شفي الخير المستقبل شافه إزاي في فترة اللي جاية والله احنا المسابقة السنة دي كان معانا كتير جدا ناس كانت متبنية للمسابقة وحبا أن تشارك فيها من القطاع الخاص بنضاف طبعا لمشاركة القطاع العام من وزارة التربية والتعليم اللي بتدعمنا وزارة التعليم العالي وزارة تجارة وصناء لأنها المشرفة على البداية طبعا وزارة السياحة وطبعا وزارة السياحة هي الأساس في الموضوع ده والموضوع ده بدأ معيها من البداية فالدعم اللي موجود من القطاع العام بالإضافة طبعا لمشاركة القطاع الخاص يعني أنا عايز أقول لها لكن الأربع معسكرات التدريبية كانوا بتمويل كامل من القطاع الخاص أو يعني بالنسبة كبيرة جدا هما اللي وفارونا الأماكن اللي هتدرب فيها من غير أي مقابل خالص شركات تانية كتيرة وفارت المواد اللي الطالب هتشتغلوا عليها ويبدأوا يعملوا منها الأطباق اللي هيعملوها فالقطاع الخاص شايف المسابقة المفروض أن هي تكمل وعارف دوره أنه هو إزاي يدعم مؤسسات الدولة في أن هي تحافظ على حاجة نجحة زي كده وخليها تستمر لسنين طويلة إن شاء الله